يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبق أشخاص واصموا على اسجرام لتسألهم عن التسجيل أو كيفية التسجيل بلاحظة لأن الموقع يلي ما له عرفانه أو ما له شافه به همرة شوي مزعج لحما تصل من قطرة التسجيل أو صبحت التسجيل يعني فإذا حقنا نساوي الفيديو ونوضح كل التفاصيل ونفس باب نحكي على الأخطاء اللي عم تصير أسناء التسجيل يعني تمنع الناس التسجيل لأنه من هذه السبق أشخاص كتير ناس يتاكبوا أخطاء مختلفة ورسبوا ما عدروا يجب يعني ما نقبلوا فمنساوي هالفيديو من صح الأخط ومن كيفية تسجيل بسهولة وسلاسة وبنفس الوقت نهاية الفيديو حنا هيكي عن المقابلة وعن اسئلتها كيف تتجاوزها ونصائح وشغلتها تقع فيها أو أخطاءها تقع فيها بالأحضل السبب ما نبليش فيك نقطة بديز كرة أول شي بدي تسألني عن مصاريف المعيشة بأذربيجان عن هذا الفيديو أنا أريد عمل الفيديو حيطلع لكم هم تاني شي يلي قبل بعدين بالجامعة وتيسرت أموره وبدأ يجيله هم في فيديو تاني مصاريف أول شهرين لأنه مصاريف أول شهرين بقدر الفيديو مع مصفك الشهرين يعني في عندك تشارتك الساوية عندك كمان بديز عالة أجار بيوت ما أجار بيوت كيف تسأجر وقدية أسعار كمان في فيديوهم فينا يشوفو ويعرف كالشي وهلأ مطلبات اللي انت لازمتك شانسسجل بالموقع شانس نكون انت محضر عندك بالكميتر شانسسجل عندك أول شي بدي يكون معك جواز صالح على أقل مدة ستة شهر عندك كمان دي يكون عندك صورة شخصية نفس صورة الجواز عملها آآ بدي اف أو عملها سكان وحطها عندك وعندك أ أخيرا شهادة ثانوية تبعك تكون عملها سكان وحاطة عندك هلأ لازم يكون معك شهادة إزا معك أهلا وسهلا فين تحطها فين تعمل لك فوائد إزا معك ملازم مو هيش بارية تجيب خلنا نتقدم الموقع هلأ عنا ما تبعكوا شايفين هوني أول شي الموقع هذا هو الموقع بس فوت عليه تلقم يا برابر الوصف تلقى لك بها الصفحة فأول شي وبتسكر هاي بطولة هون تلغط أو شي في تواريخ هون خلنا نشوفها أنا أول شي بلك تاريخ التسجيل والانتهاء تبع التسجيل على الموقع عندك من خمسة خمسة اللي هو تقريبا من ثلاثة أيام واربعة أيام الحديد خمسة حداش اللي هي فترة طويلة فترة تقريبا ستة شهر يعني فيكم استجدوا فيها راحة لكم بس فترات المقابلات احنا عنا فترة مقابلة بتبدأ من خمسة عشر هذا الحديد ثلاثين ستة يعني هاي الفترة الأولى وعدين هيريحوا وحيرجع هرجع برشوب بعشرة تسعة لحدد خمسة عشر فيعني ازاي ستجلب بهالفترة تكون مقابلة تقريبا بعد خمسة عشرين يوم وهذا الشيح حلو يعني شي جيد ما كتير بعيد المواقيد مشان انه الواحد يعرف حاله انقبل ما انقبل او انه يجد يشوف جامعة تانية ما يأكل هم المقابلة فعني مقابلة سريعة وقريبة ام تبدأ الدراسة بشهر واحد ام تنتهي شهر اه السبعة واختبارات يعني هاي ما ما كتبت في لكم همشي اول تاريخين يعني فعلا كيف التسجيل بتروح لهون فوق عالتسجيل عفوا عالتسجيل عفوا 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 فعما نروح لهون طاعك ها البيانات هون اول شي الوزر نيم الوزر نيم الفضل يعني تحط اسمك وتريح حالك يعني هو مو مجبوري بس انتريفضل تحط اسمك وتريح حالك عشان ما صلك مشاكل بعدي فعلا حطينا انا اسمي مسلا هون ايميل فعلا بحط ايميل هون انت تعرف كم تستتبعو تفتحو كتير عاطو عجوالك بجيك نتركيشن تبعو عشان ما تجيك لسالة المقابلة وانت ما تنتبه وانا في ناس صارت معهم فصدقوني صارت معهم بشغالة بديهية بس صارت فكر حاله انه بفتح ايميله او ما انتبه او فات او انه كان رابطة بالجوال بس انه ما اجال نتركيشن فيعني انتبهوا انت بحطوا ايميلكم وكليكم حذرينيها لفترة عنا كلمة سر وبيتعيدوها مسيطة عناهم بقى اسمك اسم العيلة اسم الاب بتكتبهم متل ما هنم بالجواز بالحرف بالميلة متل ما هنم بالجواز انه هي المعلومات هي اللي حتكون عليها دعوتك بعدين تبع الجامح تبعات الوزارات الخارجية عندك هون اسم ابو طبع فيه جوازات فيها اسم الاب فيه جوازات ما فيها اسم الاب فحطه اسم ابوك متل ما هو بجواز ابوك او متل ما هو بهوية ابوك وعنا هون جنهيتك بتحطه عنه هون رقم باسبورت واحد. طبع رقم رقم الجواز بيكون غالبا من الصفحة الاولى او بكل صفحة تحت او فوق. الجواز السوري بيكون تحت تقريبا كل صفحة او صفحة. فيعني رقم الجواز بتحطه. عنا هون امت الجواز بيانتهي? بتحطه. بس انتبه. شوف الترتيب اللي بالدنيا بالدنيا شهر ايام سنة. يعني ما تحطي اي اي يوم هو بالبداية. لأ بدون هنا الشهر. بعدين اليوم بعدين السنة. فانتبه على الترتيب انت بتغتار. عنا هون اللي منصول هم نقطين. الفاكلتي واللغة. اللي هو الاختصاص. ما فينك تغيره بعدين. مجرد ما تكمل رفعت التسجيل ما فينك تغير اختصصك بعدين. واتغير لغتك بعدين لغت الدراسة. اختار بيحذر. طبعا في ناس اللي احنا اوردي مقارورين بس فكروا مرة ثانية. انه في تير الناس بعد ما قدمت صد يغير رأيه. يكون مختار اسنان يصير بده عام. عام يصير بده اسنان. فيعني. في اختصاد كلات اللي عنكم ياها. عام اسنان سيدلي صحة عامة. وعندك كمان اللي هو اللي قامة او الزمالة اللي بعدين بده هاي دراسة اولي يعني. عنا هون هلا تريفونك تريفونك بتحطه مع رمز البلد. بتحطه بده رمز البلد. كده بتوصل معك. نشو عرفون رمز البلد تبعك. بتحطه مع رمز البلد تبعك. وعنده لغة الدراسة هون. في عندك اذري روسي انجليزي. اختار اللغة اللي بدك ياها. انو وتأكد انو انت مختيارة. مشان ما يصر لك مشاكل بعدين. وعننا سكاي بي نيم. طبعا دي يكون عندك حساب سكاي وش هالم مقابلات. هاد الشي مفروغين منه. فا. يا بتنشي حساب جديد يكون عندك حساب قديم. ما اختلفنا. انا عندي حساب قديم ففوت. وين سكاي بي نيم هاده بجيبه من وين ما تحطي لي اسمك الاساسي اللي هو هاده اللي انت حاطه. لا بتفتع حسابك. بتفتع على سكاي بروفايل. بتطلع لك هاده هو. السكاي بنيم. تبس عليه. تبس له كوبي. وهون. وبتعمله لصق. هاده هو سكاي بنيم. مو اسمك الاداء اللي حاطه فوق. لانه هاده بصير في تشابه. هاده بصير في تشابه. هاده بصير في تشابه. هاده لا. فانتبه. عنا هاله هون رفع الملفات. عنا اول شي بما ترفع ملفات انت حط بملف واحد بالكمبيوتر. او عفوا مجلد واحد. وسمي كل واحد باسمه. يعني اسمي الباسبورت تسمي لي اه ارقام او شلعة شوائية او ملف واحد ملف اتنين. ويفس هو هاد حاول تسميهم بالانجليزي. مشان ما صار لك مشاكل بعدين يعني ما صير لخبطة ايه. لا لك انت عم ترفع لخبطة يعني عم يقروا بعدين بياناتك. ومفرور ما تصير خبطة انت تحسبا توقع حالك مشاكل ما لك فيه. فيه ناس عكست راح ترفع شهادة الثانوي مكان الجواز وجواز مكان شهاد الثانوي صارت مشاكل. فترفع جوازك. طعا جوازك ليكون في صفحة اساسية وصفحة تاريخ الانتهاء يكون مبينة. ها الكلام مصوصا عن الجواز السوري. احنا بالصفحة الاولى ما يكيبو تاريخ انتهاء الجواز. produkت لتصفحة الثانية. فالشان هيك ترفع في الصفحة الاولى والصفحة الثانية. ما ب bankerب عن الجوازات الاخرة بس pasteur صفحة فيها بياناتك. والصفحة اللي فيها داريخ الانتهاء. ازا هننا كلهم صفحة واحدة. تمام وياه السلام. عندك ترفع هون سهات الثنوية تبعك. ترفع هون صورة لك باخر ستة شهر. هاد الكلام هم حكينا عنا شو طول بسيطة يعني. بس نتأكد ان كل واحدة مرفوعة بنفس محلة. ومرفوعة بدي اف. مرفوع بصيغة بدي اف. بس الصيغة الاخرى بصير في مشاكل احيانا. بصيغة بدي اف في احسن والافضل الا. ف دي اف. كلها يعتم دي اف. هل عندك هون يعني ازا معك شهادة بتحطه هون. طبعا ازا معك شهادة انت جاهد فيها خمسة ونص او اكتر يتم اعفائك من دروس اللغة الانجليزية بالصنة التحضيرية. هل هاد الشي مفيد ولا لا? اكيد مفيد. انا بنصح فيه. ازا انت معك شهادة او معك ما جاهد تاخد شهادة خدها وتعال. نقدر تجيب اكتر من خمسة ونص. ليش? انت عندك بالصنة التحضيرية اربعة حصص كل يوم. من الساعة ثمانية للصاعة اربعة دوام بالجامعة. ثلاثة منه اللغة انجليزية. وانجليزي بداية. يعني انجليزي اللي واحد لفله جاي اللي بيعف يتحدث وبيعف يكتب ما بيفيدوه. يعني من البدايات جدا. قواعدة اساسية جدا. فانه اللغة الانجليزية ما حتفيدك ازا انت من سواك خمسة ونص اكتر بالآلد. فانا نصيحتي جيبه واختبره وادمه. وكمان عشان تستفاد اكتر بس يجي لهون. انت عندك صار بدل ما دوام اربعة حصصة عن انقدام حصة واحدة. بتحاول تفوت مع قروب ازاري او مع قروب روسي خلال سنة واحدة او خلال سنة تحضيري بصير مستواك جدا جاي بالازاري بالروسي. فيعني هاي فائدة بديت استعملها. نصيحة ما كده ناس تعرفها لانه هاي الشغلة ما اختروا عبال حدا لو هو ما له عرفان عنها. انه ازا اجا ايليتس اقعفهم من دروسات تحضيري تبع الانجليزي وفين يفوت على قروب تاني يتعلم محن. فيعني هاي نصيحة انا بقوله لكل الناس يتجي لهون يبدي يستغل وقته هاد احسن ش يمكن يعملو يعني. هلا ينزل لتحت بتعلك هون انه انا اريت الترمز. هون عم بيقول لك انه انا اؤكد انه كيش كتبته صح وانه ما اخترت اللغة خطوة وما اخترت الفاكولتي خطوة امو الكلام هدا. يعمل كبريت يلي هو تكمل التسجيل. طبعا بيجيك ايميل على ايميل تبعك انه تم تأكيد تسجيل تبعك. وعن هذا الشيء ما فيني يعملو انا ما عم سجل لحدا مع الاسف الشدي. المهم بيجيك ايميل انه تم تأكيد تسجيل تبعك. وخلصنا. انت خلصت. شوك سايب بعدين. كل يوم بتشيك على ايميلك. كل يوم بتشيك على ايميلك كل يوم بتشيك على ايميلك كل يوم بتشيك على ايميلك شان انت اعزي جادك مقابلة. والاهم من هذا كله كل يوم بتشيك على الموقع. اي موقع? هدا موقع نفسه. بس تيجي بعدين تفوت هون سيساين ان. تمام? حتلوزر الاساسية هي تبعك يعني انت وفي قسم اسم انا ما اسم يعني اللي هو اشعارات او اعلانات او ما كلام هدا هاد قسم اهم الايميل ليش? لو ان زيتك مقابلة هيحدولك عليه ناس وزا كان في خطأ بالتسجيل هيئلولك عليه السن الماضي كان في طلاب كان عندهم خطأ بالتسجيل ملف من ملفات يرافعين وما كان عم بيفتح فكانوا بعتين لهم جوه الحسارة بتبعهم انه في عندكم مشكلة بالتسجيل بس ما بعتون لهم الايميل فكل يوم بتشيك على الموقع وبتشيك على الايميل كل يوم كل يوم كل اليوم زي بدك مرتين باليوم كتمرات باليوم امر راجع لك عشان تعرف انت مقابلتك وما تضيع من اي ذاك تاني شي انت عزت انت مقابلتك تمام? وقت مقابلة عود قبل بوقتنا حي الكمبيوتر وعود برنافي انترنت جيد. عم قابلتك الساعة اتناش فيه من الساعة خمسة يا اخي فيه من الساعة ستة عودنا حلا بتوبك جاهزوا اتاكد ان الصوت زابط الكاميرا زابطة فيه اضاعة زابطة عوشك انت قابلنا زابطة مو انك قابلنا ما فيه اضاعة ان فيه ازعاج انما فيه انترنت هذا كله بيعمل لك مشاكل بعدين ومسوات الكاميرا بس تحط حطها عوشك خلي وشك واضح لا تنزلوا لا ترفعها مينة السنين الماضي نزلوها شوي ما رفعوها منيح وشهم ما كتير من بيا مدرشو ان رفضو فخلي كل شيء ظابط لا تخليهم يرفضوك عشالات غبية غالات سهلة انت فينك تتحكم فيها غير مستواك يعني. هلا بنسأل المقابلة بحد ذات. انش عش سألكم مقابلة. المقابلة هي اهم الاساسي قياس مستوى الانجليزي تبعا. مو قياس معرفتك العلمية. تمام? نحسألوك اسئلة العلمية. انت ثانوي كيميا فيزياء احيا. بس هذا مو همه الاساسي. همه الاساسي ولغتك الانجليزية مشان هيك بس ركزي على لغتك. اوكي راكم كلمات التعلمية والعلمية وتعاقل كيميا والفيزياء بالاحية عشان تعرف تقولهم بس نسئل. بس هزا لا يعني انه تقعد تحفظ لانه ما هيجيك السؤال بالضبط. بس خد فكرة سريعة. اغلبنا ده السنين الثانوي بالعربي. ففي تير كلمات انت ما بتعرفها بالانجليزي يعني في كتير شرات انت معلومة بتعرفها بالعربي. بس ومسألكها بالانجليزي انت ما بتعرفها. فلا محة بسيطة عكل المواد عهم الكلمات المفتاحية خليها بمخك. تكت حط نوت وراء مثل هدولة. احشاشة يعني انشان كلمات مع الحافظة او كلمات كانت تذكرة. بس هيك. لا اكتر. لا تحت حدا معك في الغرفة مشان يغششة. لانه في كتير ناس حطوا ناس معهم حدا في الغرفة مشان يساعدهم. انه قللك انا لغة انجليزية جيدة لس خايف انه انشان ما اعرفها فهو يجاوبني فهو يساعدني. انتبهوا عليهم وشكوا عليهم انه مع واحدة غرفة ورسبوها مسبت الغشور وانه قاموا سمعها بالانجليزي جيد. يعني كان حيجاوزوا المقابلة لو لها الحركة. فما لك مصلها. اعود لحالك وتوكل عالله هادو مسواك بالانجليزي انت بزن الله ازاك هاتبلك بدك تيجي لهون حتيسر ملاحظة الابة المقابلة وهتلاقي حالك في باكم. فتوكل عالله وهذا مسواك بالانجليزي انت تكمل وحكي. طبعا حيسألوك انه ببداية يعني اعرف عن نفسك يعني تقول اسمك وين عايش وين والدان ابوك شو بشتغل امك شو بشتغل. هاي الشرات الاساسية. او بسألك سؤال سؤال هو. انت من وين? ابوك من وين? اسمك? الكلام هذا هيك سؤال سؤال سؤال. طبعا اسهل لك انه يسألك سؤال 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 يعني بريح عليك الهوة اه والآه وآه يعني بلخص واحد بتوتر يعني ببداية. فانه يسألك اسئلة احسألك. بس انه ما سألك انت ورد يحضر جملة. شاءتك يا ابو تتسطر اسمك وين والدان اسم عائلتك عمرك كام هذا يعني شاءت اساسية. شاءت تمشي. بعدين من نسبة الاسئلة كيميا كيزيا احياء. اسئلة خفيفة بسيطة ما فيها صعوبة. انا رحض لكم تحب الوصف. فهي اغلب الاسئلة اللي اجيت بدفعتي انا وتنسى لنا وكم سؤال ما الدفع اللي بعد يعني اللي بعرفه على اقل اللي سمعت فيه. حتشوف الاسئلة ده هي سهلة طبعا ما اجربتها. فهنا اسئلة سهلة ما فيها اي مشاكل. بس انه ارهم خدوا فكرة متوكلة الله والله هو اللي بيسر لهم. هادا هو الفيديو تابعنا اليوم اتمنى ان يكون عجبكم. بعفنا هو شوي طويل زيادة يعني. بس انه حبيت خلاص الموضوع كله. مقابلة وجهة عب نفس الوقت. فعجبكم الفيديو تحطوا لايك. تشاركوا بالقناة. تشوف بين زملائكم لان هذا الشيء بساعة ان شاهد الفيديو. تشوفكم بترجمة بعدين. مع السلامة.